بس من ناحية تاني يمكن الموضوع يرعب الناس ويخوف الناس أو بشككهم في أنفسهم يعني طب هو فعلا هل أنا مؤمن حقيقي ولا غير حقيقي فبيصير عنده تساؤلات طب إذا هذا اللي هو كنا نظن عملاق وبيطلع الفضائيات وبيتكلم لكن اكتشفنا حاجة تاني عنده أجندة تاني هدول المعلمين المشهير اللي بيعلم لكن فجأة طلع بيحور في كلمة الله طب شو نعمل فيها الوضعية صار عندنا خوف مش عيب أن أنا خاف يا أخي نظر يعني حلو أن أنا خاف على روحي صح مش عيش مرعوب المسيحية الحقيقي ليس مسيحية الرعب مسيحية الطمأنينة والاطمأنان لكنها ليست مسيحية التكاسل والمهادنة والتخازل فحلو أن أنا خاف على روحي ولما خاف على روحي ده خليني أجري على الرب وقل له اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري والرسول بولس طلب من إخوة كورونسوس في الأصحاح الأخير أعتقد الرسالة الأولى صح 13 لما قال لهم امتحنوا أنفسكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان والشئ الأخير أنا ما ترعبش لكن حلو أن أنا لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا فيه مقياس نمشي عليه قال عنه الرسول يحنف صح 2 من الرسالة الأولى قال إن علمتم أنه بار هو أي الرب يسوع المسيح فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه فالمزيفين ما يحبوش البر ما يحبوش طريق المسيح ما يحبوش كلام المسيح لكن المولود من الله يحبه ربنا يسوع ويحبه تعليمه في عدم فساد فساد